أهلا وسهلا بكم طلبة طالبات الصف الثاني الثانوي قسم طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات النهاردة هنتكلم مع بعض عن مادة العمليات أول حاجة هنحب نتكلم فيها عن مادة العمليات هي إيه أهمية المادة دهية بالنسبة لنا كقسم طباعة وصباغة تجهيز المنسوجات المادة دهية بالنسبة لنا من المواد الهمة جدا لأنها من مواد العصب اللي بيبنى عليها القسم كل ليه بيبنى عليها القسم كله؟ لأن هي دي العمليات اللي احنا بنقوم بيها عشان نتكلم عن مادة العمليات لازم نعرف ايه المطلوب مننا في المادة دا المادة بتاعت العمليات يا شباب بتتكلم عن ايه هي المواد والكميات اللي احنا بنشتغل بيها في اي عملية عندنا طبعا خدنا مع بعض السنة اللي فاتت خدنا بعض العمليات زي عمليات الطبيض وبعض العمليات التحضرية اللي بنقوم بيها على خامة القطن السنة دي هنتكلم عن بعض العمليات السباغية والطباعية اللي بنقوم بيها على مادة أو على خامة القطن العمليات اللي احنا هنقوم بيها ده هيت هنتكلم فيها عن شوية حاجات كده بالنسبة لنا بتبقى مهمة جدا ايه هي الحاجات ده هيت اول حاجة بنكلم فيها عن مواد العمليات ايه هي المواد اللي هنستخدمها فيه عشان نسبغ او نطبع او نعمل اي عملية على القطن المواد ده هيت ماينفعش المواد اللي انا بختارها طبعا في مواد كتيرة قوي بنستخدمها مثلا في عملية السباغة المواد ده هي بتختلف من خامة لخامة يعني ان احنا مثلا لو بنسبغ قطن هنستخدم مواد مختلفة عن المواد اللي بنسبغ بيها الصوف او لو بنسبغ مثلا حرير او الياف صناعية هنستخدم مواد مختلفة عن اللي بنسبغ بيها القطن كمان بالنسبة لنا هيبقى فيه كمان حاجة مهمة جدا مش المواد بس السبغة نفسها السبغة اللي بنسبغ بيها القطن غير السبغة اللي بنسبغ بيها الصوف غير السبغة اللي بنسبغ بيها الحريق بالرغم إن في بعض السبغات ممكن تبقى تشتركة ما بين المواد وبعضيها أو ما بين الألياف وبعضيها لكن الطريقة اللي بنسبغ بيها بتبقى مختلفة المواد اللي بنسبغ بيها بتبقى مختلفة الأزمنة اللي بنسبغ بيها بتبقى مختلفة درجات الحرارة اللي بنشتغل بيها بتبقى مختلفة كل الحاجات ده هي بناخدها مع بعض في مادة العمليات وبنشوف تأثير السبغة على الخامة بنشوف ايه هي التأثيرات اللي ممكن تطلع عندنا في الخامة دهية او النتائج النهائية النتائج اللي احنا عايزينها من الخامة وده بيتوقف على حاجة مهمة جدا جدا وهي الاستخدامات بتاعت الخامة بتاعتنا يعني احنا بنشوف الاستخدام بتاعت الخامة بتاعتنا في ايه وبناء عليه نقدر نحدد ازاي نقدر او نختار المادة اللي احنا هنشتغل بيها او السابقة اللي احنا هنشتغل بيها او المواد المساعدة كمان اللي هنشتغل بيها وكمان هنشتغل بقى بناء على كده هنبدأ نحدد بقى درجات الحرارة والطريقة اللي هنشتغل بيها كل ده بناخده في مادة العمليات هل ده بس اللي احنا بناخده في مادة العمليات لا احنا بناخد حاجات كمان كتير جدا هي الطريقة والعوامل اللي بتأثر في كل عملية انا بعملها والعوامل اللي بتأثر ده هي لها جانب مهم جدا الجانب ده هو بيفرق معايا جدا لما باجي اتخرج من القسمة عندي وبعد كده هو اروح اشتغل فيه الصناعة برا العوامل اللي بتأثر فيه كل عملية ده هي بتفرق معايا في حاجة مهمة جدا وهي الخبرات. الخبرات اللي انا بروح مسلا انا لسه بابقى خارج جديد ما ببقاش لسه عارف الصناعة شغالة ازاي او العمليات ده بتشتغل فيه الصناعة باني شكل او باني طريقة. ما باخد العوامل المؤسرة فيه المادة بتاعتي بابقى عندي كده معرفة او فكر ازاي الحاجات دي بتشتغل فيه الصناعة وايه هي العوامل اللي ممكن تؤثر في كده. ده معناه ايه? معناه مثلا لو انا جيت اسبغ خامة زي القطن. وابتديت اقابل وانا باسبغ اقابل بقعة. فجيت لقيت في العوامل المؤسرة فيه عملية السباغة هو اننا البخار ما يبقاش مسلط على الخامة بتاعتي فيعمل بقعة. او من العوامل المؤسرة فيه عملية السباغة اننا ما بقاش فيه عندي نقط زيت او تسخات او كده لاني ده هيقابلني بعد كده الاماكن اللي هيبقى فيها مثلا بقع من الزيت او الكلام ده هيقابلني ان انا ابصة لقيها انها مش هتقبل معايا فيه السبغة. طيب انا عرفت الكلام ده من ايه? من العوامل المؤسرة. من كمان من العوامل مثلا المؤسرة درجات الحرارة. درجات الحرارة بتختلف معايا فيه السبغة. ممكن تعمل لي سبغة غير متجنسة. وبناء عليه ما يجي الاقي بعد وانا بازبغ. الاقي السبغة عندي طلعت بشكل غير متجانس او ما حصلش هجرة كاملة للسبغة او اللون طلع معايا فاتح بالرغم من انا في المعمل مديني نفس التشغيلة وانا شغال بنفس التشغيلة. ممكن ارجع ساعتها ليه درجة الحرارة. الا ان درجات الحرارة عندي مش مزبوطة بشكل كامل. وبناء عليه ابصة لاقي ان السبغة اللون بتاعي فاتح او ما تدنيش الدرجة اللي انا عايزها. كل ده برضو بغضو من عوامل مؤسرة. برضو من العوامل مؤسرة الاملاح. والاملاح هنا هو بتنظم عملية السباغة بالشكل بتاع السباغة وبتنظم بالطريقة اللي انا بازبغ بيها. فاقدر اعرف ان الاملاح لو لقيت ان السبغة في حتة معينة في الخامة مزبوغة بلون غامق مسلا وحتة تانية مزبوغة بلون فاتح يبقى اقول على طول ابدأ افكر ان انا اقول ان الموضوع ده بيرجع ان انا محطتش املاح بشكل كافي. حتى ترتيب اضافة المواد ايه قبل ايه وايه بعد ايه ده برضو بيفرق معايا في عملية السباغة. كل ده بغضو في المادة العمليات عندي وبغضو في الطريقة اللي انا بشتغل بيها في العمليات. ده معناه ان انا العمليات بتديني الطريقة اللي انا بشتغل بيها كميات المواد والنتائج اللي بتطلع نتيجة الترتيب بتاعة اضافة المواد بتاعتي في العملية بتاعتي. طيب نرجع لنقطة مهمة جدا وهي الخطة الدراسية او الدرجات اللي باخدها في مادة العمليات. مادة العمليات الدرجات اللي انا باخدها فيها المادة عندي من ستين درجة. ستين الدرجة دولت بيتقسموا عندي تلاتين في الترمي الاولاني وتلاتين في الترمي التاني. يبقى مادة العمليات عندي في الصف الثاني الدرجة بتاعتها الكلية ستين درجة. يعني الدرجة اللي انا اخدها في الشهادة في اخر السنة بتبقى ستين درجة. طبعا الكلام ده احنا بنقوله على نظام التلس سنوات ما بنقولهش على النظام اللي بيتطبق فيه قدرات لانه هيبقى ليه سيستم تاني اكيد هنتكلم عليه في الفترة اللي جاي. لكن بالنسبة للتلس سنوات العادية انا عندي درجة عندي بتاعت مادة العمليات ستين درجة مقسومة تلاتين للترمي الاولاني وتلاتين للترمي التاني باخد عشرة في المية منهم اعمال سنة يعني ست درجات اه اعمال سنة واربعة وعشرين درجة اللي بتبقى على الورق. الست درجات اعمال السنة دي بتبقى منقسمة بقى الى شفوي وتحريري وطبعا ده التحرير اللي هو امتحانات الشهور اللي انا بيتم علي ولي دي اللي بيحطها لي المدرس بتاعي نتيجة العمليات او الامتحانات الشهور متتالية. الشفوي اللي انا كنت متجاوب فيه ولا لأ الانتظام بتاعي انا منتزم فيه المدرسة او مش منتزم بغيب ولا ما بغيبش كمان السلوك بتاعي بيتحط عليه آآ درجات أعمال السنة في الآخر التوتل اللي بيطلع من درجات أعمال السنة بيبقى ست درجات بتتقسم بشكل آآ يعني تأسيمة داخل العملية التعليمية بشكل مختلف أو بشكل بطريقة مختلفة في درجات السلوك والانتظام وعندي أعمال السنة في الشفاوي وامتحان التحريق التوتل وفي الآخر بيعمل تجميع وبيتاخد متوسط منها بحيث إن أنا أطلع في الآخر عندي ست درجات لأعمال السنة دول اللي أنا باخدهم في الترم الأولاني وعندي درجة الورقة بتبقى 24 درجة في الترم الأولاني أما بالنسبة للترم التاني فبيبقى برضو بنفس الطريقة ست درجات أعمال سنة و24 درجة فإحنا كده يبقى 30 في الترم الأولاني وتلاتين في الترم التاني تبقى المادة عندي من 60 دي تقريبا الشكل اللي إحنا بناخده في العمال أو في مادة العمليات أو تقسيمة الدرجات بتاعتنا في مادة العمليات نذاكر مادة العمليات إزاي؟ قبل ما أتكلم عن مذاكرة مادة العمليات في حاجة كده مهمة جدا يمكن غالبيتنا بيهملها وهي الهدف الهدف ده لو أنا جيت بسط عليها هلاقيه موجود في الكتاب وكلنا ما بنبصش عن موضوع الهدف ده هو ولا بنشوف هو بيتكلم عن إيه أنا لو عرفت الهدف هعرف أذاكر المادة إزاي يعني أنا الهدف من المادة العمليات إن أنا أقدر أجري العمليات المختلفة على الأقمشة أو الخامة اللي موجودة عندي يبقى الهدف من مادة العمليات إن أنا أستطيع إن أنا أجري العمليات المختلفة على الخامة اللي موجودة عندي بشكل أو بأخر طيب يعني ده الهدف من المادة إن أنا أوصل للعملية بترتبها بترتيب الخطوات بتاعتي بالمواد بتاعتي بالدرجات الحرارة بتاعتي بدرجة البي اتش بالزمن بالطريقة اللي أنا بشتغل بها طيب لما جي أنا بقى أذاكر المادة دهية أذاكرها إزاي أعود أشتغل عليها إزاي أعود أفهمها إزاي هل أن أنا مطالب أن أنا أعود أمسك كل تفصيلة وكل معرفة وكل كلمة موجودة في الكتاب أعود أذاكرها أكيد لا المهمة عندي أن أنا أبقى عارف بعض الحاجات يعني في بعض الحاجات لازم تبقى أنت عارفة يبقى أنت لازم كطالب التعليم الفني أو طالب في الصف الثاني السنوي لازم تبقى عارف ايه هي الحاجات ده هي زي ايه مثلا يعني الطريقة بتاعت تقسيمة الاسماء التجارية هل ده ممكن يجيلي في الامتحان صعب جدا ان انا اجيلك في الامتحان اقولك ايه الاسماء التجارية بتاعت المواد وقول لي وتقسمهم ازاي وتشتغل عليهم ازاي لا بس هل ده معناه ان انا اهملهم لا ده معناه انك انت يبقى عندك معرفة بيهم عندك دراية بهذه الاسماء التجارية مثلا للحاجة ليه عشان لما تحب تيجي تفتح مثلا مشروع لنفسك او تحب تعمل شغل مع نفسك او تحب تعمل مشروع صغير تبدأ بيه حياتك كنوع من انواع ريادة الاعمال يبقى انت ممكن تبقى عارف ايه الاسماء التجارية اللي موجودة فما تيجي تنزل ما تقولوش مثلا انا عايز كربونات سوديوم ايوة مين يعني اللي هو ايه كربونات سوديوم ده يجي مثلا الراجل اللي انت بتشاري مينه ايوة يعني ايه كربونات سوديوم انا مش عارف يعني ايه كربونات سوديوم لكن ما تيجي تقولو انا عايز صودة اش اه هو صودة اش ده لغة معروفة عندنا ان الصودة الاش دي مثلا اللي هي كربونات سوديوم فانت القصة ده هي انك انت تبقى عارف الاسماء التجارية بتاعة المواد اسماء الشركات ازاي بتتقسم يعني احنا ما نيجي ان شاء الله بازن الله الكلام ده هنتكلم عليه فيه ما نيجي نخش فيه دراسة المادة فيه المحاضرات القادمة ان شاء الله ما تيجي مثلا نتكلم عن تقسيم ازاي تقرأ اسم السبغة يعني اسم اللي موجود على العلبة بتاعت السبغة ازاي تقراها تقرأ الاسم ده ازاي باي طريقة هنلاقي مثلا ان الجزء الاولاني او المقطع الاولاني في السبغة ده عرف معروف عندنا في كتابة السبغات او اه يعني الشركات بتيجي تكتب الكلام ده هوت بيبقى عارفين اني مسلا حضرتك دلوقتي اسمك علي محمود حسين علي يبقى احنا كده هوت اما بنقرأ اسم علي محمود حسين يبقى عارفين ان علي ده اسم الشخص محمود ده اسم الاب حسين ده اسم الجد فاحنا خلاص عرفنا اما بنلاقي اسم زي كده احمد محمد اه عويس احمد ده هوت يبقى اسم الولد محمد اسم الاب عويس ده اسم الجد ايا كان الاسم بس احنا اما بنقرأ الترتيبة داية خلاص كلنا بنبقى عارفين القصة دي. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الاسم السبغة. برضو فيه لغة او عرف موجود عندنا كل الناس اللي بتشغل فيه عملية السباق او فيه مسلا السبغات او كيمويات عندها العرف ده معروف. ايه هو? العرف مسلا بيقولك ان المقطع الاولاني ده ده اسم الشركة المنتجة. طيب حلو. يبقى المقطع الاولاني ده هو اسم الشركة المنتجة. نفترض مسلا اسم الشركة المنتجة داية فني. فيبقى كلمة فني ده هيت ده اول مقطع يبقى فني ده يبقى اسم الشركة المنتجة. بعد كده المقطع التاني بيبقى لون السبغة. يعني لو قلت مسلا ان اسم الشركة المنتجة فني بلو. يبقى اسم الشركة فني. اللون السبغة بلو. بعد كده هو ا Lily safer. او ازرق. بلو طبعا يعني ازرق. اه بعد كده نخش على المقطع التالت. المقطع التالت هنلاقيه مثلا متين في المية المقطع الثالث هيبقى مثلا يعني ايه يعني ازرق مائل الى الحمرار شوي فيبقى هو بائل الى الحمرار يبقى الدرجة بتاعته او احمر مزرق فيبقى ده هوت فيبقى كده الشادو بتاع الازرق ده هوت مش الازرق صريح الازرق ممكن يبقى مائل للأحمر ممكن يبقى مائل للأصفر ممكن يبقى مائل للأخضر فيبقى هو يعني مثلا مائل الى الحمر المزرق فيبقى ده الشدة بتاعت أو الإضاءة بتاعت السبغة بعد كده ما أخش على 200% 200% ده تركيز اللون درجة تركيز اللون فيبقى أنا كده ما يجيلي مثلا السبغة مكتوب عليها فني بلو ر بي 200% يبقى اسم الشركة فني اللون بلو أزرق ر بي يعني الشدو بتاعه بيدي على أحمر مزرق بعد كده هو 200% يبقى درجة التركيز بتاعته 200% فدي شوية حاجات دي أنت لازم تبقى معارف تبقى عارفها لكن أنا عشان أجي أجيبها لك في الامتحان أو تيجي تسئل عنها مش هتبقى مهمة قوي وحتى لو تسألت عنها لو أنت عندك المعارفة بتاعتها هيبقى الموضوع بالنسبة لك سهل لكن أنا بالنسبة لها لازم أبقى عارف إيه لازم أبقى عارف بقى أنا دلوقتي عايز أسبق خامة لازم أبقى عارف إيه هي السبغة بتاعتي يعني أنا أخطر قطني يبقى أنا مثلا على طول دماغ تروح لإما سبغات مباشرة لإما سبغات نشطة وممكن سبغات أحواض بس مثلا المباشرة والنشطة هم أكتر سبغتين أقدر أشتغل عليهم طيب لو أنا عايز يسبغ صوف يبقى أنا آه عندي فيه نشطة وفيه عندي حمضية ممكن يسبغ الصوف بس الحمضية بتبقى أحسن للصوف عندي مثلا الياب الصماعية يبقى أنا هخش على سبغات مثلا ده هي تسبغ بيه السبغات الكلام ده أبقى عارفه منين أبقى عارفه من ناحية أن أنا أبقى عارف إيه هي السبغات اللي بتسبغ عندي يبقى أنا كده هو يبقى أنا آجي ما يبقى جاي بزاكر مادة العمليات يبقى أنا لازم أبقى عارف إيه السبغات اللي أنا أشتغل عليها أو إيه السبغة اللي أنا هختارها للخامة بتاعتي طيب هل الكلام ده بس؟ لا أكيد لا طبعا يبقى أنا لازم كمان أبقى عارف إيه هي المواد اللي أنا هستخدمها في السبغة دهية. يبقى انا مثلا لو اخترت سبغة نشطة انا دايما بقى احب اضرب المسال ان انا اختار مثلا سبغة نشطة ايبقى انا هختار معاها مادة زي كربوناتس سوديوم او اللي هي السوداء هختار معاها ملح طعام. هختار معاها مواد تساعد على الاابتلال. هلا احطوهم كده? يعني انا اجيب اجيب شوية كربوناتو. رحطوهم كده. وارحط عليهم شوية ملح وارحط عليهم شوية سبغة. انا كده بقى سبغت لا بنسب طب أنا هشتغل النسب دي بناء على إيه هل هشتغل النسب دي على بناء على وزن الخامة هل هشتغل النسب ده هي على التركيزات بتاعت اللون كل الكلام ده طبعا بيحدده لي في المعمل بتاع السباغة لما بيجي الدون بس أنا بتكلم على بقى مذاكرة مادة العمليات يبقى أنا لاجي أبدأ أذاكر المادة أبدأ أقول آه والله أنا عندي خامة كذا أنا هبدأ أسبغ بيها السبغة المناسبة لها كذا المواد اللي أنا هضيفها كربوناتو ملح جلوبر مثلا دي هضيف مواد مساعدة هضيف أي مواد تبدأ تشتغل عليها دي المواد اللي أنا هضيفها الكميات بتاعتها أنا هضيفها بناء على إيه هل هضيفها بناء على وزن الخامة أو هضيفها بناء على التركيز كل ده بيتحدد عندي من الحاجات اللي أنا ببدأ أذاكرها طيب ابتديني خلاصا عرفت المواد طيب هضيفها بقى إزاي آه يقولك لو والله أنت مفروض تضيفها بالطريقة الفلانية تحط السبغة الأول تدويبها تبقى تدويب السبغة وبعد كده تبلل الخامة تبدأ تضيف المادة بعد كده تحط المواد بتاعتك كل دي الطريقة اللي أنا هشتغل بيها الطريقة ده هي تمين قبل مين طيب بعد مسلا يقولك بعد ربع ساعة آآ ابدأ تضيف الملح تبدأ آآ انت اديت فرصة لاستنفاذ السبغة طيب بعد ساعة نص ساعة أو ساعة اللارب تبدأ تضيف آآ كربوناتو آآ طيب الكربوناتو دي ما هضيفها ليه عشان مسلا تساعد السبغة انها ترتبط بالألياف آآ يبقى انا ابقى فاهم الكلام ده انت ما تقعد تزاكر المادة ما ينفعش انك انت تقعد تزاكر المادة ان انا اقعد اقول سبغة بلح كربوناتو درجاتا لا انا لازم اقعد وانا بشتغل عليها بشتغل على المادة داية كاني بالزبط بتخيل ان انا موجود جوا مسلا وبتخيل ان انا معايا الخامة دهيت وهبدأ اطلع عن مواد بتاعتي وهبدأ اشتغل بيها فلازم ابقى عارف مين هحطه قبل مين زب الزبط كده ما تكون بتفكر انا كده تعمل كوبات شاي اه والله انا عايزه خفيف ولا تقيل طب هحط سكر ولا ما هحط السكر طب الميا الاول ولا الشاي طب الشاي الاول ولا السكر طب الميا طب مين قبل مين طب استنى ما الميا تغلي ولا هحط الميا على طول كل دي طريقة بتشتغل بيها نفس الحكاية عندنا في مادة العمليات عندنا سواء كنت بتكلم فيها كاسباغة او كنت بتكلم فيها قطباعة بتكلم كاسباغة يبقى انا هحط المواد وطريقتها والكلام ده هوت ومين هحطه قبل مين هبتكلم قطباعة نفس القصة هحط مواد ايه وحطها هشتغل ازاي وحط الخامات عندي امتى وحط مين قبل مين وحط العجين امتى يعني مسلا واحنا بنتكلم عن سباغة القطن بيقول لك على معلومة هامة جدا 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 ايه هي المعلومة ده هي تيقول لك وانت بتحط كاربونات سوديوم لو انت بتشتغل بسبغة نشطة اوقعك تحط الكاربونات اللي قبل ما تطبع بنص ساعة او قبل الطباعة مباشرة ليه عمي ما نحطاش اللي قبل الطباعة مباشرة قالك لاني الكاربونات دي لما بتحطها ممكن تخلي السبغة تتحد مع نفسها وبناء عليه ما يبقاش عندها فرصة انها تتحد مع الالياف يبقى انا كده اها دي معلومة مهمة جدا هل دي معلومة عوض احفظ بقى؟ لا ما ينفعش عوض احفظ لازم ابقى فاهم انا بعمل كده ليه ما حطش الكاربونات اللي قبله مطبع مباشرة عشان ما تديش فرصة ان نستبغى تتفاعل مع الالياف لكن اول ما اتبع بيها الكاربوناتو ده العجينة ده تلاعرض عليها 24 ساعة ما ينفعش استخدمها عشان هيبقى فيه نسبة كبيرة من السبغة تحدث مع بعضيها وما ينفعش اطبع بيها كل الحاجات ده هيت لازم ابقى فاهمها لازم ابقى فاهم الطريقة دي ليه؟ انا حطت دي ليه وحطت ما حطتش دي ليه؟ حطت ده الاول ليه وحطت ده التاني ليه؟ امتى الدرجات الحرارة ده هيت ابدأ اعلي منها؟ امتى امقص درجات الحرارة؟ امتى ازود الزمن؟ كل ده لازم تبقى طريقة عندي وانا بشتغل على المادة نفسها لازم اشغال بقاني فكر بقاني طريقة هو ده مهم جدا جدا عندنا لازم جدا وانت بتذكر مادة العمليات ما تقعدش تحفظها كما كانت لا انت لازم تبقى قاعد فاهمها لازم تبقى قاعد متخيلها لازم تبقى قاعد متخيل الطريقة لو انت واقف فيها في المصنع تبقى تقدر تشتغل به هو ده المهم جدا في مادة العمليات مادة العمليات المهمة فيها إن أنا أبقى عارف الطريقة اللي أشتغل بيها إيه هي المواد والنسب بتاعتها طريقة الامتحان عندي طريقة الامتحان الامتحانات عندنا دايماً طبعاً بتختلف من مدرسة لمدرسة ومن إدارة للإدارة لكن في قواعد عامة قواعد عامة دايماً بتحط لي كل الامتحانات عشان دي أقدر أشتغل عليها طبعاً الامتحان لازم يبقى شامل المنهج أو الترم كله من الأول إخلي الامتحان عندنا بيبقى طبعا مقاسم إلى تقريبا يعني نقول ربع ونص وربع الربع بيبقى للطالب ضعيف قوي اللي هو ما عندهش أي حاجة والدنيا يعني مش واضحة قدامه يعني عنده حاجات بسيطة طيب والنص بيبقى نص الامتحان بيبقى للطالب المتوسطين وبنحط بقى ربع تاني للطالب المتفوق اللي هو داخل بقى يعني يقفل الامتحان بتاعه فيبقى احنا عندنا الامتحان تقريبا متقسم بالطريقة داي بتختلف نسب بتاعته طبعا بتختلف الحاجات بتاعته بتختلف الفكر وكل بتختلف من مادة لأخرى استغالبا كل الامتحانات بتبقى تقريبا في الحدود الدهير أو بالطريقة دي أو متقسمة بالشكل ده طيب الامتحان بتاعي لازم يبقى بادئ من أول التر أو من أول جزء أخدته فيه المنهج لحد آخر جزء لازم بيبقى شامل كل الكلام ده طيب لما الامتحان عندي يبقى شامل كل الكلام ده هل ده معناه أن أنا بتكلم في تفاصيل لا دايما الامتحان عندي بيكلم عن عمليات على بعضها عملية سباغ عملية طباعة عوامل ممكن تؤثر فيه العملية نفسها طريقة بيشتغل بيها وطبعا الكلام ده احنا هنشتغل عليه بالتفصيل في الحلقات الجاية عن عملية يعني عن مادة العمليات لكن احنا بنتكلم دلوقتي فيه بصيغة عامة إزاي نذاكر المادة طرق الامتحان اللي احنا بنشتغل بيها نبدأ نشتغل بيها ونبدأ نتكلم على كل الفترات اللي جاي بعد كده بديك خش على طريقة التقييم طريقة التقييم بتاعت الامتحان طبعا بيبقى فيه بعض الأسئلة بتبقى أسئلة مقالية والأسئلة المقالية ده بنتكلم فيها عن المواد بشكل كبير وبعد كده هوت أسئلة بتبقى فيه بعضها اختياري بنختار المواد بتاعتنا أو بنختار مثلا حاجة أو صحة أو غلط وفيه بعد كده هوت فيه أسئلة بتبقى بتختبر بقى طريقة فهم الراجل وطريقة بنشتغل عليها بأني شكل وبأني طريقة يبقى احنا كده هوت اتكلمنا عن الأهمية بتاعت المادة اتكلمنا عن المحتوى بتاع المادة وده هنتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي واتكلمنا عن الخطة اللي بنشتغل بيها او الدرجات بتاتسم ازاي اتكلمنا عن الطريقة اللي بنذاكر بيها اتكلمنا عن طريقة الامتحان بتاعتنا وكمان اتكلمنا عن طريقة التقييم بتاعتي سواء كانت بقى اسئلة مقالية او اسئلة اختياري وصح وغلط والحاجات اللي احنا بنشتغل عليها واللي احنا دايما بنحبها بالرغم منها خطيرة جدا لانها الغلطة منها خلاص بيبقى السؤال بالنسبة لك انت هنبدأ بقى نخش مع بعض كده هو عن المحتوى بتاع مادة العمليات نخش ونشوف مع بعض اول حاجة هنتكلم عنها في مادة العمليات هي سباغة الاقمشة القطنية اما بنتكلم عن سباغة الاقمشة القطنية طبعا احنا مش هنقعد نتكلم او مش هنشرح المادة بشكل عام لكن احنا هناخد بس كده بعض اللقطات كده من الصليطات اللي عندنا ايه هو تعريف السبغة؟ طبعا اي مادة ملونة ممكن انت بتصال خامة من محللها المائية سواء كانت زائبة فيه المحلول او معلقة فيه تعتبر سبغة يعني لو احنا كده بالوقت مثلا بنتكلم مع بعض عن الشاي الشاي مثلا بالنسبة لنا سبغة الكركديه بالنسبة لنا سبغة البصل بالنسبة لنا سبغة الكوركم بالنسبة لنا سبغة ليه بنقول عليه سبغة؟ لانه بيبقى بيدي لون فيه ما بيدوب فيه المحلول بتاعه وفي نفس الوقت الخامة بتقدر تمتصه وبيدي للخامة دي لون وممكن يثبت معاه فاحنا عندنا اي مادة ملونة الخامة تقدر تمتصها سواء كانت دايبة في المحلول او معلقة فيه بتبقى تعتبر بالنسبة لنا سبغة يعني طب دايبة في المحلول دي سهل ان احنا نعرفها يعني دايبة زي مثلا كده السكر مثلا مندوبه فيه الماء لكن معلقة فيه ده يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا الشاي اللي هو بيبقى شاي خرص الشاي الخرص ده ما بيدوبش فيه المحلول بتاعه لكن بيدي له لون ده اسمه معلق فيه المحلول بيميل ان هو يتجمع فيه المحلول وعندنا هنا هو مثلا تقسيم السبغات لو كلمنا عنه بشكل عام هنتكلم عن تقسيم السبغات على حسب طريقة الاستخدام السبغة المباشرة مثلا بنستخدمها بشكل مباشر على الخامات القطنية والخامات مثلا زي الكتان زي ممكن الخامات النباتية برضو جوت ممكن نستخدم فيه سبغات مباشرة ونخش برضو فيه عندنا سبغات الاحواض ودي بنستخدمها فيه السوف والقطن سبغات القطن بنستخدمها للقطن السبغات الديسبيرس او السبغات اللي هي المنتشرة ودي بنستخدمها للالياف الصناعية غالبية الالياف الصناعية بتستخدم سبغات الديسبيرس عندك السبغات القاعدية برضو بتستخدم للأقطان ما بنقدرش نستخدمها للصوف ليه ما بنقدرش نستخدمها للصوف لان الصوف عندنا احنا عارفين ان هو كاره للأحماض بينما القطن محب للقلويات لكن الصوف بيبقى عندنا كاره للقلويات لكن القطن عندنا هو بيكره الأحماض عشان كده السبغات القاعدية بتبقى مناسبة جدا للقط عندنا السبغات الحمادية بما ان احنا قلنا ان الصوف بيحب الأحماض فاحنا ممكن نقدر نسبغ به السبغات الحمادية بتاعتنا بتبدأ تسبغ به الصوف والسبغة النشطة برضو بيستبغ بيها قطن وصوف برضو ما فيش مشكلة فيه وبيستبغ بيها حرير أحيانا السبغات الكابرتية دي بقت قليلة الاستخدام وملونات البيجمند بتستخدم كسبغة بس بتستخدم بشكل أقل يمكن بتستخدم فيه اطباعة بشكل أكبر ومنتشر بشكل أكبر في العملية اطباعة التسميات التجارية زي ما تكلمنا عنها مع بعض وبعد كده النظرات اللي بتعتمد عليها عملية السباغة عندنا برضو هنتكلم عنها طبعاً هنتكلم عنها بتفصيل فيه شرح المادة لكن هنا بناخد رنج عام كده عن المادة عندنا مثلاً النظرات الطبيعية ودي بتبقى عبارة عن قوة تجازب طبيعي هنلاقي دايماً وإحنا كده إما بنيجي نخش مكان تلاقي حد كده دخل عليك الحد ده هو تبقى أنت يعني ممكن يبقى كويس جداً بس أنت يعني مش مرتاح ليه قوي وحد ده تاني ممكن ما يبقاش كويس بس أنت ترتاح له ده بيبقى فيه حاجة اسمها قوة تجازب طبيعي أو قوة فاندرفيل ودي بتبقى قوة تجازب طبيعي بتبقى عبارة عن تجازب ما بين الإلكترونات وبعضيها عن طريق زرة الهيدروجين بنسميها احنا عندنا قوة تجازب اللي هي فاندرفيل ودي بتبقى ضعيفة سهلة الكسر لبقى أنا عندنا قوة تجازب طبيعي ضعيفة اسمها سهلة الكسر بتبقى عن طريق زرة الهيدروجين ودي زرة أحادية دي اسمها النظرية الطبيعية دي اللي بتجزب السبغة للألياف ودي بتبقى سهلة الكسر ودي غالبية السبغات المباشرة بينلاقيها بتعتمد على النظرية الطبيعية ولكن بما أن السبغات المباشرة بتعتمد على النظرية الطبيعية السبغات المباشرة بنضطر أن احنا نعمل لها بعض العمليات التكملية اللي بتساعدنا في عملية السبغ بعد كده عندنا فيه نظرية كيميائية ودي أقوى النظريات وبتبقى أقوى الارتباطات وبتبقى بتتكلم عن الشق القاعدي والشق الحامدي أو الشق اللي هو ما بين القواعد والأملئة الأحماض ودي اللي بتعتمد على نظرية ارتباط السبغة مع الألياف ودي اسمها روابطة أو روابط التساهمية بتبقى روابط تساهمية كيميائية والتساهمية ده معناه أن أنا عندي الروابط التساهمية اللي احنا بتتكلم عنها يا شباب إن أنا عندي مثلا فيه خامة الخامة عندي لو نفترض إنها بالشكل ده والمادة عندي بالشكل ده النظرية الطبيعية أو النظرية التساهمية ده معنى إن فيه زرة من الخامة هنا بتشارك معها زرة من الألياف هنا هوت ويرتبطوا ببعض فنلاقي الإلكترونيات عندي بتدور فيه فلك المادة وفي نفس الوقت بتدور فيه فلك الخامة دي اسمها نظرية أو رابطة تساهمية يعني فيه إلكترونيات بتدور هنا وبتدور هنا وفيه إلكترونية بتدور هنا وبتدور هنا ودي تبقى ربطة قوية جدا 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 وتبقى صعبة الكسر عشان كده من أفضل الروابط اللي بنحنا بنعتمد عليها في عملية السباغة هي الروابط التساهمية أو الرابطة كيميائية التساهمية بعد كده عندي فيه نظرية اسمها النظرية القهربية نظرية القهربية ده بتعتمد عندي على الشق الموجب السالب والتجازب ما بين الشق الموجب السالب وده برضه بيبقى شق قوي طبعاً النظرية الكيميائية والنظرية القهربية أقوى بكتير من النظرية الطبيعية وبتركز على قوة الارتباط ما بين السبغة والألياف عن طريق الشق الموجب والشق الساب دي النظرات اللي بعتمد عليها عملية السباغة العون بتوقف عليها عملية السباغة كل ده احنا بنتكلم بشكل عام على فكرة احنا مش بنتكلم بشكل تخصصي قوي لكن بنتكلم بشكل عام عن عمليات السباغة اللي هناخدها ان شاء الله بإذن الله في مادة العمليات اللي عموم بتوقف عليها عملية السباغة اول حاجة تركيز السباغة طبعا كل ما زاد السباغة او كل ما زاد تركيز السباغة كل ما زاد عم كل لون عندي درجة الحرارة طبعا بتأثر فيه عملية السباغة كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما كانت السباغة بشكل افضل الا بعض السباغات القليلة جدا اللي بتتأثر بي او ما بتتأثرش بي درجة الحرارة ودي بتعتمد على درجات الحرارة البردة ودي ما بتبقاش الرواب بتاعتها قوية وسبغات كمان قليلة جدا اللي بتعتمد على درجات الحرارة البردة لكن غلابية السبغات عندي بتعتمد على درجات حرارة عالية وكل ما ارتفع درجة الحرارة كل ما زاد ارتباط السبغة بالألياف درجة القص الهيدروجيني ودرجة القص الهيدروجيني أنا أحب هنا هو تأكلم عنها يمكن باستفادها شوية عشان إحنا بنراجع على اللي خدناه السنة اللي فاتت وفي نفس الوقت بنشوف إيه اللي هممكن هستفيد منه السنة دي درجة القص الهيدروجيني من الحاجات المهمة جدا في عملية السباغ لأن في بعض السباغات ما بتشتغلش لفوسط قاعدة في بعض السباغات ما بتشتغلش لفوسط حامدي في بعض السباغات ممكن تشتغل في أي وسط في بعض السباغات بتشتغل على حسب المواد اللي موجودة تقدر تتأين وتشتغل بأني شكل لكن المهم هنا عندنا نعرف يعني إيه درجة القص الهيدروجيني أو الشكل بتاع القص الهيدروجيني القص الهيدروجيني عندنا اللي هي درجة البي اتش عندنا درجة البي اتش لو سبعة ده معناه ان الوسط بتاعي متعادل طيب لو اقل من سبعة لو اقل من سبعة ده معناه ان الوسط عندي حمد يعني لو ستة خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد كل ما انزل بالقص الهيدروجيني كل ما درجة الحمدية تزيد يعني مثلا بنقول ان احنا الحمدية بتاعت درجة الحرارة اتنين بتبقى او درجة اتنين اكبر من الحمدية بتاعة درجة الحرارة او درجة تلاتة يبقى احنا الحمدية بتاعة درجة اتنين اكتر من درجة تلاتة ودرجة تلاتة اكتر من اربعة ودرجة اربعة اكتر من خمسة يعني كل ما بقل كل ما الحمدية بتزيد يبقى كل ما بقل كل ما الحمدية ايه بتزيد لكن البي اتش لو اكبر بقى من سبعة تمانية تسعة عشرة ده معناه ان البي اتش عندي قاعدي او قلوي ومعنى ان البي اتش عندي قاعدي او قلوي ده معناه اني كل ما بزيد في درجة البي اتش يعني ما يبقى تمانية تسعة عشرة كل ما بزيد كل ما القاعدية بتزيد يبقى احنا هنا عندي القاعدية عكس الحمدية الحمدية كل ما قل كل ما الحمدية تزيد لكن في القاعدية كل ما بزيد كل ما القاعدية تزيد معايا يبقى انا مثلا سبعة بي اتش يبقى وسط متعادل تمانية وسط قلوي 9 وسط قلوي أقوى منه 10 وسط قلوي أقوى 11 وسط قلوي أقوى وهكذا أما بالنسبة لي بي اتش في الحمدية 7 مثلا وسط متعادل 6 وسط حمدي ضعيف 5 وسط حمدي أقوى 4 وسط حمدي أقوى وهكذا لحد ما شوف لي أوصل مثلا درجة 1 وده أقوى الأحماض اللي موجودة عندي فدرجة البي اتش هنا مهمة جدا جدا طب يجي حد يقول لي يعني إيه بي اتش أساسا يعني إيه حمدية وقعادية هقولك ببساطة كدا لما انت كده بتيجي تشرب لمون أو تاخد لمونة كده تحطها على بقك هتلاقي في لسعة فيها هي دي الحمدية أو هي وده شعور الحمدي طيب القعادية قعادية مثلا زي البلح اللي هو البلح الأحمر ده هو لو تيجي تدوءه كده أو لو كالت كيكا ولقيت فيها كربونات وفيها زيادة شوية فتلاقي فيه حصل حاجة كده بقك البلح ده أو التشديق اللي بيحصل في البق ده هو ده بيبقى نتيجة القعادية اللي موجودة في البلح فعشان كده بنقول ده قعدي وده حمدي بعد كده الأملاح والأملاح ده هنا يا رجالة من الحاجات المهمة جدا 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 مهمة جدا في التأثير في عملية السباغة لأن الأملاح هنا هي المنظم لعملية السباغة الأملاح هنا هي اللي بتنظم دخول السباغات للألياف وليها دور مهم جدا لأنها منظم لعملية السباغة وبعد كده بنبص على المواد المساعدة والمواد المساعدة هنا بتساعد على امتصاص السبغة في الألياف وبتساعد على تنظيم السبغة وبتساعد في حاجات كتير هناخدها بالتفصيل ما بنجي ندرس مادة العمليات العلاقة ما بين السبغة والألياف اتكلمنا عنها بقى ان السبغات المباشرة روابط بتاعتها هيدروجينية ضعيفة وساعة أهلة الكس السبغات النشطة روابط تساهمية قوية كيميائية السبغات الحمدية بتبقى بتعتمد على الشق الموجب أو الشق القاعدي أو الملحي اللي هو القاعدي والأحماض بعد كده السبغات المنتشرة ودي بتخش بزوابان داخل الألياف وبعد كده بعد ما بتخش فيه الزوابان داخل الألياف ده مهم جدا برضو لازم نتكلم فيه بالنسبة للسبغات المنتشرة السبغات المنتشرة الفكرة بتاعتها ببساطة كده لما بيجي تخش داخل الألياف بتعتمد على اني ان انا باخد السبغة بيبقى متكتلة وبناء على ايه بعملها عملية زابة بعد ما بعملها عملية إزابة ببدأ أدخلها جوه الألياف الصناعية لأن الألياف الصناعية ما فيهاش مسان فببدأ أدخلها بالضغط جوه الألياف الصناعية أول ما بتخش جوه الألياف الصناعية ببدأ أول ما بتخش جوه الألياف أحولها تاني جوه الألياف الصناعية إلى حاجة بطريقة اللي هي طريقة الحمام أو الـ Reduction Clearing إن أنا بعمل حمام أكسادة للخامة فبحولها من الصورة بتاعتها اللي دايبة اللي قدرت أدخلها بيها داخل الألياف إلى الصورة الغير زائبة فما بحولها إلى الصورة الغير زائبة داخل الألياف بيبقى صعب أنها تطلع برا الألياف بتاعتي بعد كده هنتكلم عن السباغات المباشرة والسباغات المباشرة من السباغات المهمة جدا في عملية السباغة بالنسبة للأطن طيب إما نيجي بقى نتكلم عن السباغات المباشرة هنتكلم فيها عن إيه أو إيه اللي يهمني في دراسة السباغات المباشرة أهم حاجة بتهمني فيه دراسة السباغات المباشرة هي إيه هي العوامل اللي بتأثر فيه عملية السباغة بالسباغات المباشرة عندي عدة عوامل اللي تكلمنا عنها زي تركيز السباغة مهم جدا فيه عملية السباغة قولنا ما بتزيد السباغة بتزيد عمق اللون عندي من ضمن العوامل برضو اللي بتأثر معايا درجة الحرارة درجة الأسل الهيدروجيني الأملاح كل دي من العمليات اللي بتأثر فيه السباغة بالسباغات المباشرة كمان ما بتكلم عن السباغات المباشرة طبعا احنا بنتكلم بشكل عام يا شباب ما بنتكلمش بشكل شرح او تفصيلي وده هناخده في المحاضرات القادمة ان شاء الله بإذن الله معاكم هنبدأ نشرح بالتفصيل الحاجات ده هي ونبدأ نشرح دور كل مادة فيهم وازاي نذاكرها وإيه الطريقة اللي تقدر توصل إليه النظرية السباغة بالسباغات المباشرة بتعتمد على أربح حاجات الس أول حاجة زي ما انتوا شايفين كده معايا أهي أول حاجة هي انتفاخ الألياف يبقى أنا أول حاجة عندي بيحصل انتفاخ للألياف بتاعتي أول ما بيحصل انتفاخ للألياف طبعا ما بتاخد مية بتحصل انتفاخ للألياف احنا كل كده بنتكلم عن سباغة القطن أبدأ أول حاجة بيحصل انتفاخ للألياف بعد كده يحصل انتشار للسبغة داخل الألياف يبقى أنا أول حاجة بيحصل انتفاخ للألياف بعد كده يحصل انتشار للسبغة داخل الألياف بعد كده يحصل ادمصاص للسبغة وهنا بقى كلمة اضمصاص بتبقى صعب جدا ان احنا نفهمها مع بعض لكن لازم نشرحها بالتفصيل للكلمة داية مش هعديها داية ومش هستنى للشرح بتاع المخاضرة لان كلمة اضمصاص مهمة جدا عندي وهي يعني ايه اضمصاص السبغة اضمصاص السبغة ده معناه انتقال السبغة من المسافات البيانية بتاعة الالياف الى داخل الالياف يبقى انا موضوع الاضمصاص يعني ايه اضمصاص يعني السبغة انتقلت من المسافات البيانية الى داخل الالياف بتاعتي يبقى انا كانت السبغة عندي كانت موجودة في ما بين الالياف بتاعتي في عملية الاضمصاص دخلت جوه الالياف بتاعتي انا عملية الاضمصاص السبغة كانت موجودة هنا في المسافات البيانية ما بين الالياف لان انا اتبرنا الصابع داية هي الالياف فانا السبغة كانت موجودة هنا في المسافات البيانية ما بين الالياف اضمصاص ده معناه انها ثابت بقى المسافات البيانية داية وبتدت تخش جوه الألياف نفسها يعني بتدت تخش جوه إيديا بقى خلاص يبقى دي عملية اللي المصاص بعد كده نرجع بقى لعملية الارتباط السبغة ما بين الألياف ودي بقى الربطة اللي بتبدأ تتكون ما بين السبغة والألياف بتاعتي عشان السبغة بعد كده ما تقعش من على الألياف هنخش بقى لطرق السباغة وطرق السباغة عندنا كذا طريقة طبعا عندي في طرق السباغة هي متأسمة لجزئين أساسية أول حاجة لو أنا بستخدم حمام متعادل آه في حد هنا جي قال لي آه حمام متعادل يعني درجة البي اتش بتاعته سبعة بالزبط كده فعلا حمام متعادل يعني درجة البي اتش بتاعته سبعة تمام؟ طبعا لو حمام متعادل عندي طرقتين لإما فواتح لإما غوامة وهنتكلم عنهم بالتفصيل في الحلقات اللي جاي طيب إيه الطريقة التانية؟ لو أنا بستخدم حمام قلوي ودي الأفضل في سباغة القطن بالذات إن أنا أستخدم حمام قلوي لإني بيديني سبات وهي قوة في الارتباط ما بين السبغة والألياف في شكل أكبر وبرضو لو عندي حمام قلوي عندي فيه طريقة الألوان الفتحة والألوان الغمأة لإني دي ليها طريقة ودي ليها طريقة وهنا تيجي معايا أهمية مادة العمليات ايه الطرق اللي أنا بشتغل بيها وإيه الحاجة اللي أنا بقدر أشتغل بيها درجة الأملاح أو درجة الحرارة والأملاح بتتوقف على عدة عوامل زي خواص السبغة يعني خلي بالكوا برضو من الحتة دي مهمة جدا وبالنسبة لي برضو حتة محورية جدا تخلي بالكوا منها لما نيجي هنشتغل على مادة العمليات لازم يخلي بالي قوي إن خواص السبغة هتلعب دور يعني إن أنا بجيب السبغة بتختلف من شركة لشركة يعني في بعض الشركات بتدي سبغات بتبقى تركيزاتها عالية شوية عشان بتبيع مواد مساعدة فتقلل من السبغات قصة يعني موجودة عندنا لكن المهمة عندي إن في بعض السبغات بتختلف من خامة أو بتختلف من مادة لمادة ومن شركة لشركة وبتختلف من المواد المستخدمة داخل الشركة نفسها ومن التشغيلة بتاعت الشركة وييجي هنا دور مهم جدا 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 مهمة قوي بالرغم من إحنا بنديه لك وده الموضوع لازم نبقى متناقشين فيه وبنتكلم فيه بشكل تفصيلي يعني بالرغم من إحنا بنديه لك طريقة العمليات والطريقة اللي انت بتشتغل بيها والمواد اللي انت بتشتغل بيها لكن هنا أنا عندي مشكلة ومشكلة أهمة جدا ودي مشكلة قبل الطلبة كتير لما خلصت وطلعت تشتغلت فيه المصانع وبتدت تحتكى به المصانع وبتدت تشتغل مع المصانع يقول لك إحنا الله إحنا درسنا حاجة والمواد اللي إحنا خدناها حاجة والمواد اللي احنا اشتغلنا بيها او الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها حاجة تانية ايه الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم جاي عن طريق خواص السبغة اللي احنا بنتكلم عليه انت بتختلف السبغة من مكان لمكان يعني انت مثلا لما بتروح تاكل اكلة معينة من مطعم تروح عند مطعم تلاقيه عاملها بطريقة تروح عند مطعم تاني تلاقيه عاملها بطريقة وعند مطعم تاني تلاقيه عاملها بطريقة والتلاتة بيتكلموا عن نفس الأكلة نفسها طب إيه الفرق ما بين التلاتة كل واحد فيه تده يستخدم طريقة معينة أو ترتيبة معينة في التشغيلة بتاعته نفس الحكاية بالنسبة للسبغة عشان كده ييجي دور مهم جدا وهو ده اللي أنا بتكلم فيه لازم نخلي بنا منه هو التشغيلة اللي بتتبعت من كل شركة منتجة للسبغة أي شركة وده يمكن بنشوفه إحنا عندنا بأمر بسيط جدا لما بديجي مثلا نشتري موبايل أو نشتري آآ لاب توب أو نشتري أي أي أجهزة من الأجهزة بيديك كتالوج طب الله طب ما الموبايل ده هو الموبايل ده هو الموبايل ده آآ لا بس تلاقي شركة كذا بتديك الكتالوج بتاعها شركة كذا بتديك الكتالوج بتاعها طب بيديني الكتالوج ليه؟ أو الكتالوج ده اللي لازموته إيه؟ إحنا دايما بنرميه ما ببصش فيه معيني الكتالوج ده مهم جدا ليه بقى؟ لأن الكتالوج ده بيقولك الموبايل بتاعي اللي انا مدهولك اللي انا بيعهولك كشركة طريقته انك تستخدمه بالطريقة واحد اتنين تلاتة اربع. لو انت ما استخدمتوش بالطريقة دي وده. وكتير مننا بيقع في الطريقة داية اجي اعمل له الصيانة يقولك لا انا ياسف ما اقدرش اعملك الصيانة. ليه ما اقدرش اعمل الصيانة? يقولك عشان والله انت ما استخدمتوش بالشكل الفلاني وبناء عليه انت خرجت برا حدود الصيان. نفس الحكاية بالنسبة للسبغة. بالرغم من انا بديك طرق وبديك ترتيبة مواد وبديك كميات وبديك درجات حرارة وبديك زمن وبديك حاجات كدير عشان تقدر تشتغل بيها والطريقة اللي بتشتغل بيها بس انا بديك طرق عامة. لكن لما بتيجي تشتغل في مصنع بيبدأ بقى يخصص لك يقول لك والله احنا السبغة اللي احنا بتشتغلها عند فلان او السبغة اللي احنا بتشتغلها عند فلان لها طريق التشغيل بالشكل ده. تقريبا الحاجات ما بتختلفش بشكل كبير. لكن بتختلف فيه الطريقة من من شركة لاخرى. وعشان كده لازم تبقى مهم جدا جدا. عشان كده احنا بنحاول نقريك السابغة تتقيل ازاي. الطريقة بتاعتها بتعمل ازاي ازاي كده احنا بنديك اساسيات. وانت بعد كده لما بتيجي بقى تتخرج وتخرج ليسوق العمل. تبدأ تعرف فقا ايه هي الفكرة بتاعت السابغة بتشتغل ازاي. والطريقة بناء تشغيلها بتتبعت لك من المصنع المنتج للسابغة يقول لك والله انا عايزك تشتغل بالطريقة واحد اتنين تلاتة. او والله انا عايزك تحط الملح انت بتحط الملح على دفعتين او احنا مسلا مدينهولك هنا انا بحطه على دفعتين. لا والله انا عايزك تحط الملح دفعة واحدة. او لا 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 الموضوع ده ما يعجبنيش انا عايزك تحط الملح على اعتار الدفعات. كل الحاجات ده هي بتختلف من شركة لاخرى. وبناء على التشغيلة مهمة جدا لما نتيجة تستخدم عملية السباغة. فلازم تقرأ التشغيل. ما تعتمدش انك انت آآ قد تشاطر مسلا في آآ دبلوم او في السنوات بتاعها اللي انت كنت بتدرس فيها وعارف المواد. آآ عارف المواد تمام. عارف العامل اللي بتأثر تمام. لكن الطريقة بتاعت التشغيل لازم تعتمد على التشغيلة اللي بتجيلك فيه المصنع. لان كل سابغة زي ما احنا شفنا مع بعض كدوة كل سابغة فيها الخواص بتاعتها. وكل سابغة ليها طريقة في التشغيل. نيجي النقطة تانية مهمة وهي طبيعة الخامة. الخامة بتاعتي بتختلف من الخامة الاخرى. يعني ايه طبيعة الخامة? يعني انا بزبغ مسلا على مفروض او بزبغ على مضموم العرض. كل حاجة فيهم لها طريقة. كمان نوع المكان اللي انا بستخدمها العمق المطلوب عندي لطريقة وشكل مختلف. آآ طريقة السباغة على الججارات. هناخد طريقة السباغة على الججارات. وهناخد طريقة السباغة على الهصبل. الجيجر طبعا لما نرجع نتكلم عنه. الجيجر ده اللي هو آآ القماش وهو مفتوح العرض. ليه طريقة في الاستخدام. ونتكلم عنه بالتفصيل لما نجيله. وبعد كده الهصبل ده اللي هو السباغة على الاقمشة مضمومة العرض. وبرده هنستخدم الطريقة بتاعته لما نيجي نشرحها في اسناء المحاضرات القادم. بعد كده طبعا عندي فيه طريقة اللي هي طريقة للسباغة المستمرة اللي هي الباد. الباد ضاي. ودي ليها طريقة برضو معينة فيه عملية السباغة. هنتكلم عنها في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. بعد كده طرق المعالجة النهائية للسباغات المباشرة وتحسين درجات السباغة بتاعتها. هنا بقى في طريقة المعالجة دي ليه نقطة مهمة جدا. لازم تبقى فاهمة. ولازم تبقى مركز فيها كواس جدا. بالنسبة لموضوع طرق المعالجة آآ ليه شمعنا السباغات المباشرة ده. انت بتقول ان السباغات المباشرة دي القطن بأول يعني ايه مباشرة? اول مباشرة يعني اول ما بحطها بتدوب فيه المية بسهولة وبتبدأ تنتقل ليه الخامة بسهولة جدا. وبتبدأ تحت جوى الخامة وتبدأ تخش جوى الخامة بشكل سهل. طيب آآ ده معناه ان السباغات المباشرة من السباغات الجيدة جدا فيه عملية سباغة القطن. آآ بس خلي بالك من نقطة مهمة ان انا قلت لك في السباغات المباشرة دهية خلي بالك انها قوة الروابط بتاعتها قوة اسمها ربطة فاندرفال او قوة تجازق طبيعي ودي تبقى سهلة الكسر وبناء عليه بلجة لعملية المعالجات النهائية او طرق المعالجات اللي بتتم على الخامة بعد عملية السباغ طب ايه طرق المعالجات دي وبستخدمها في ايه هنتكلم فيها طبعا بالتفصيل لكن هنقول كده هنعدي عليها بشكل سريع هنتكلم عن طرق المعالجات اول حاجة بطرق المعالجات بالتأذية الخامة المسبوغة وده معناه ان انا بعالجها في حمض ناتريك وكربوناس سوديوم وناتريس سوديوم عشان ابدأ اعمل عملية ازيادة فاقدر اخلي الخامة عندي تبقى مقاومة لعملية الاحتكاك بعد كده بنتكلم عن طرق المعالجة بالفولموضهايد وده بيبقى يخليها تقدر تبقى في حفظ للخامة وابدأ اخليها تبقى مقاومة لعملية السباغة بتاعتي اه كمان بأملح النحاس واملح النحاس داية دي مهمة جدا بقى عندي فيه ليه؟ لاني انا بخلي السباغة المباشرة تقدر تقاوم الضوء يعني انا مثلا لو انا عندي فيه قماش باستخدمه فيه الستاير او باستخدمه بيقعد فيه الضوء لفترة طويلة زي قماش الستاير زي قماش مثلا المفروشات لو انا مثلا بفرش فيه مكان خارجي بيتعرض ليه ضوء بشكل كبير او مثلا في لامت سكيب او كده يبقى انا لازم لو انا بسبغ بسبغة مباشرة لازم اعمل معالجة ضد الضوء عشان ما بعد ما اسبغ ما بصش الاقي ان السبغة ابتدى يحصلها عملية من عمليات الترحيل فلازم ابدأ اعالجها باملاح النحاس اه ودي من طرق المهمة جدا وبعد كده الطرق الكاتيونية والمواد الريتنجية وبعد كده يجي بقى الحتة مهمة جدا برضو هناخدها مع بعض ان شاء الله وهي طرق ازالة اللون ازالة اللون ليه باخد طرق ازالة اللون لان انا دلوقتي لو انا بعد ما بسبغ بيه السبغات حصل ان انا اخطأت وسبغت بيه لون خطأ اعمل ايه لو انا سبغت بلون خطأ هل بقى هسبغ عليه تاني لا طبعا مش هينفع يبقى لازم اعمل عملية لازالة اللون ازالة اللون هنا هو اتبشيل اللون الموجودة على الخامة وابدأ احط لون جديد من اه من اولو جديد بزيله ازاي هنتكلم عليه بالتفصيل زي هنقول جزء صغير كده منه زي مثلا بحط هيدروسولفيت سوديوم وصودة كوية ولو ما استجبش ببدأ احط هيبوكولوليت سوديوم وصودة ايه موجودة معايا عشان ابدأ ازيل اللون اللي موجودة على الخامة اللي موجودة عندي وابدأ اتخلص من اللون اللي موجود عندي بعد كده بابدأ احط او بابدأ اخش فيه نقطة تانية جدا مهمة جدا عندي فيه عملية السباغة بابدأ اخش على عملية السباغة بيه السباغات النشطة والسباغات النشطة برضو من السباغات المحببة جدا للقط واللي بتستخدم بشكل كبير جدا ويمكن هي اكتر انواع السباغات انتشارا وموجودة في مصر بشكل كبير ويمكن غالبية المصانع بتشتغل باستباغة بالسباغات النشطة وقلنا ان السباغات النشطة دي قوة التفاعل بتاعتها قوية جدا وفي نفس الوقت بيحصل ارتباط قوي ما بينها وما بين الالياب بتاعتي واسباتها جيد بس السباغات النشطة لها طرق مهمة جدا في عملية السباغة وطرق مختلفة وبتستخدم بأشكال مختلفة وبتوسع كبير لكن كمان عندي في السباغات النشطة لها طريقة الزابة هنتكلم عنها برضو بالتفصيل زي التعجين والتكفيف وبعد كده وقت بعده بخفف اللون وبعد كده أزود بيه الماء السخنة وحط يوريا عشان أساعد فيه سباغة بشكل جيد عندي طرق السباغة بيه السباغات النشطة طرق مختلفة زي ما قلنا هناخد جزء منها صغير كده وهنتكلم عن جزء صغير أول حاجة لازم أبقى عارف مكونات الحمام ودي حاجة برضو مهمة جدا لما باجي أتكلم عن عملية السباغة لازم أبقى عارف بالرغم من أن أنا عايز أبقى عارف الطريقة لكن عايز كمان أبقى عارف مكونات الحمام بتاعتي ودي من الحاجات المهمة جدا اللازم تركز عليها في عملية المذاكرة مكونات الحمام بتاع السباغة وإيه هي الطريقة بتاعة مكونات الحمام ده هو وإزاي أشتغل عليها وازاي اشتغل بشكل جيد على طرق الحمام والمكونات بتاعته ودور كل مادة في عملية السباق طرق السباقة عندي فيه عندي فيه السباقة بالسباغات المباشرة فيه عندي طريقة الاستنفاس وطريقة الغمر على البارد والتخزين وفيه طريقة الغمر بعد التثبيت كل دي طرق من وفيه طرق المستمرة وفيه طرق النصفة مستمرة كل دي طرق من طرق السباقة بالسباغات النشطة طبعا هنتكلم عن كل طريقة بتفصيل لما يجي وقتها في المحاضرات ان شاء الله بإذن الله القادم بعد كده طرق الاستنفاس زي ما قلنا على جيجر على السباقة المباشرة وبعد عشر دقيقة بضيف الملح وبعدها الدقيقة بضيف القلوي وبعدها بدرجة الحرارة هنلاقي نوت كل دي طرق في عملية السباقة نيجي برضو النقطة مهمة جدا في عملية السباقة بالسباغات النشطة وهي طريقة إزالة اللون يعني أنا أزيل اللون بتاعي إزاي؟ لو أنا حصل خطأ عندي أزيله إزاي؟ تقريبا السباغات المباشرة والسباغات النشطة بيشتركوا مع بعض في طريقة إزالة اللون لأن الاتنين بستخدم فيهم مادة هادرو صالفيت الصوديوم والاتنين بستخدم فيهم صودة كوي ولو ما حصلش إزالة جيدة في عملية إزالة اللون أو ما لقيتش إن أنا إزالة اللون بشكل جيد ببدأ أحط مادة هيبوكولوجيت السوديوم عشان أعمل أحصل على نوع من أنواع التبييد أو إزالة أو تكسير جميع الألوان اللي موجودة في الخامة بتاعتي بعد كده هنبدأ برضو هنرجع ليه طريقة مهمة جدا أو جزء مهمة جدا هناخده فيه إن شاء الله السنة دي مع بعض وهي عملية طباعة القطن طباعة القطن هنستخدم فيه كذا طريقة من طرق الطباعة هنستخدم طبعا طرق طباعة بالسبغات المباشرة وطرق السباغة بالسبغات النشط هناخد فيه العهم المؤسرة في عملية الطباعة هنتكلم فيه عن مراحل عملية الطباعة سواء عملية تحضير عجينة أو إزاي بطبع أو إزاي بسبت أو بزيل اللون أو زيل المواد الزائدة بعد انتهاء عملية الطباعة كمان هناخد أساليب الطباعة سواء كانت طباعة مباشرة طباعة بالإزالة طباعة بالمناعة أو طباعة بالانتقال الحراري ونشرح كل أسلوب فيهم بالتفصيل هنتكلم كمان عن المتخنات بتاعة الطباعة هنتكلم عن الشروط اللي واجب توفرها في المتخنات هنتكلم عن تصنيف العام للمتخنات وهنتكلم عن طباعة الأقمشة القطنية سواء كان بالطباعة بالسبغات المباشرة أو هنتكلم بالطباعة بالسبغات النشطة وهنتكلم كمان يا شباب عن طباعة الأقمشة القطنية سواء كان طباعة بالإزالة أو طباعة بالمناعة إزالة يعني هنصبخ وبعد كده نطبع فنزيل اللون لمكان الطبعة بتاعتنا او آآ نمنع يعني نطبع الاول وبعد كده نسبغ ونبدأ نشيل اللون كل الحاجات ده هناخدها بالتفصيل مادة العمليات من المواد البسيطة جدا من المواد المهمة جدا من المواد اللي احنا لازم نركز عليها جدا لانها مهمة بالنسبة لنا مش بشكل امتحاناته بس ومش بشكل كمادة من المواد اللي احنا بندرسه كمواد من نظرية لكن مادة العمليات مهمة بالنسبة لنا لو انا حبيت اعمل مشروع صغير في البيت اقدر اتكسب منه او اربح منه او حبيت اعمل نوع من انواع ريادة الاعمال ويبقى عندي المشروع القائم بذاته لي او انا لو مش عايز اشتغل برا مثلا واقعايز اعمل مشروع خاص بيا مادة العمليات هتفيدك جدا 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 طبعا بالاضافة للإفادة بتاعتها لازم اجرب المواد دهية ولازم اجرب اشتغل بيها ولازم اجرب الطرق بتاعتها ولازم ابقى عارف الحاجات دهية المواد دي بتشترى منين غالبية المواد دهية بتشترى من المواد الكيميائية في شرع الجيش وفي بعض الشركات الكيميائية لبيع المواد دهية فأنا ممكن أقدر أبص فيهم أقدر أجيبهم منين أقدر أتعامل معهم إزاي عشان لو حبيت أعمل مشروع صغير ده باختصار ويهي باستفادة كده هوت إيه هي مادة العمليات بناخد فيها إيه هنتكلم عنها كده بسرعة يبقى احنا خدنا النهاردة مع بعض إيه أهمية مادة العمليات إيه محتوى مادة العمليات خدنا إيه هي الخطة الدراسية لمادة العمليات إزاي نذاكرها إزاي نقيمها عايزين مع بعض نتابع من أول السنة إن شاء الله بإذن الله نتابع مع بعض المحاضرات بتاعت كل مادة وشرح بتاع كل مادة هنبدأ نطبع معاكم على قناة التعليم الفني ودي قناة معمولة ليه كنتوا عشان تقدروا تتابعوا معانا وتبدأوا وتاخدوا المحاضرات بتاعتنا واحدة يعني ناخد المحاضرة طلوة الأخرى وإن شاء الله بإذن الله هيبقى في بعض الحلقات هتبقى بزعم مباشرة معاكم وأتمنى إن احنا نشوفكم على خير وإن شاء الله نشوفكم على خير في المحاضرات القادمة سلام عليكم